السلام عليكم واسفع التأخير وحشتوني وحشتوني احلى واجمل متابعين دلوقتي حنكمل مسلسلنا وحنلاقي سام دانجي دلوقتي بتجري ولا العربية دي عشان تنقذ البنت اللي فيها وطبعا هتوقف تجري ومش هتلحقها لكن فجأة حنلاقي العربية عمالة تلفل وحدها ومش عارفين ايه اللي بيلفتها لكن حيطلع يكون البطل هو اللي عمال يحرك العربية ويدور فيها طبعا هيوقفها فجأة وهي حتطلع تجري عشان تنقذ البنت لان الشخص اللي معاها ده مش كويس وهو بيكون جاذب للاشباح هتنزلها بسرعة وتفتح الببان زي ما انتو شايفين عينيح مرت وطبعا الشبه هتملكه خالص وهو مش حاسس والعربية هتكون عايزة تتقلب لكن هو هيكون بيتحكم فيها بقوته ومش هيخلى تتحرك تماما هينزل وهو شكله مخيف وهيجي التاني هيقوله انت بتكلمها ازاي كده انا محدش يقدر يعمل معاها حاجة خالص طول ما انا موجود هنلاقيه فجأة بيتحكم في كل حاجة وبيبادل اشباح عنها وهينزل الشخص اللي هو كان سايق العربية وهيقوله اتمنى ان انت تنسى كل حاجة من اللي حصلت وتروح تبعت بعيد ومشوفكش هنا تاني وهيقول لها ايه رأيك ما عجب تجيش وهيسيبها ويمشي لكن هي حتبصه له كده وحتضحك وحتجي البنت اللي هي تعرفها وهتقولها هو ايه اللي حصل ده بالزبط هتقولها يا ستي ما تتعليش بس اتمنى انتي تعرفي ان الشخص اللي معاك ده انسان مش كويس وكنت تتعرجي الحادث مؤسف وكنت ممكن تموتي وهنا هتسابها وتمسي وحيكون عندها معايد مع الجني بتاع عالم الترفيه وحتروح له هتقوله انا مش عارفة ايه اللي بيحصل ايه هل احنا لازم نحرره ونسيبه واخلع له لقصورة ونخلص من الموضوع ده خالص هيقولها لأ انتي لازم تتحكمي فيه اكتر من كده ولازم يبقى فيه حاجات موصوكة بينك وبينه لان هو الوحيد اللي هيقدر يحميكي من اي حاجة ومن كل الاشباح اللي بتطردك وهنا هنلاقي الشبح قدرت توصل لبيت بتاعها عن طريق المنشور اللي كان مكتوب لان هي عندها كان اوامر ان هي تروح تقذيها وفي نفس الوقت هيكون المساعد بتاعها في نفس المكان وحيتعور في ايديه وده اللي هيكذب ليه الشبح وحتكون رايحة تقذيه لكن هنا الجن حيلاقيها وحيحط برقة صفرة كده زي تعويزة عشان خاطر يخليها ما تتحركش وفي نفس الوقت هتجيله فكرة مجنونة ان هو طبعا يعمل فخل ساندانج وده هو اللي هيكون عايز يعمله وبالفعلة حيروح لها وهي قعدة وحيقول لها عاملة ايه قعدة في مكان جميل لوحدك كده مش خايفة حد يطلع وياكلك هتقوله ازاي حخافه انت موجود حيقول لها مفيش فايدة فيك وحيقعد جنبه وحتقعد تاكل وفي نفس الوقت هترمي للاشباح اللي هي الاشباح الطيبة هترمي لهم اكل هيقول لها انت لمهم عليك كده ليه انت فكرهم حيوانات قليفة هتقولوا لأ بيصعبوا علي قوي وانا هياخد منها حبة فشار وهينفخ فيهم وهيكون في ناس عندهم زي عذا كده او تقولوا ايه زي ميت وهيرميهم في السماء وفجأة الناس دي هتلاقي اللي عمالي احدف عليهم كأنها مطرة فشار وهي طبعا اللي في السورة عمالة تضحك هيقول لها انت ما تعرفيش اللي بيحصل من وراك هيقول لها ايه بقولك ايه ما تفكيلي الاسورة بقى خلينا نخلص هتقولوا لأ انا اول ما حفكها لك حتى اكلني هيقول لها خلاص برحتك لكن في حاجات سيئة ممكن تحصل هتقولوا انت بتعمل كده ليه انا عايزك تبقى كويس وتكون معايا كويس وتحميني ده انا بطلب حاجة صغيرة خالص انت ناس ان انت اللي خلفت وعدك من الاساس هيقول لها اللي انت ما تعرفوش ان انت لو محررتنيش دلوقتي وفكتيلي الاسورة في حاجات سيئة كتير هتحصل للمساعد بتاعك لان طبعا فيه واحدة شبح في قلب بيتك وانا هتطلعها تعويزة ان هي مجيش جنبه بس للأسف التعويزة دي هتقع دلوقتي وهنا هنلاقوا المساعد بتاعها ناسها شوية حاجات وروح البيت تاني رجع المرة تانية للبيت وهنا هي حتتصدم من الكلام اللي بيقوله لها لان هو دلوقتي بيقول لها ان هو ساب المساعد بتاعها والشبح في البيت وطبعا ده صدمها جدا الكلام ده حيصدمها جدا وحيقول لها ايه رأيك مش ناوية بقى تفك التعويزة اللي على قديع ولا انت عايزة ايه اللي يحصل لصديقك والمساعد بتاعك وطبعا معمال يبسلها ومش عارف هي حتعمل ايه لكن هي حتقرر ان هي تفك التعويزة عشان تنقذ مساعد بتاعها لكن الجني هيظهر في الوقت المناسب وحيقول لها انت ما تسمعاش كلامه روحي دلوقتي بسرعة وانا حاجة كمان انقذ معاك البنت لكن هو هيكون خلاص بقى حيتجنن من الجني لان هي قد خلاص هتفكها وبالفعلة هتطلع تجري وتروح بيتها عشان تنجز صادقها وحيقوله انت بتعمل كده ليه قال له بعمل كده عشان احميها وانت لازم كمان انت كمان تحميها قال له انت عايز تفهمني ان انت مش عايز تقولها ده انت حتموت عليها انت كمان قال له لا وانت السادق ده انت اللي حتموت عليها لما حتشوفها حزينة على المساعد بتاعها وقلبك هيوجعك حتى بص دموعك نزله وهو هيحط ايديه على عينيه وهيتسدم اللي هو فيه هيقوله انت عايز مني ايه هيقوله لانت ما تعرفوش ان الاسورة ديجل ما هي في ايديك دي قوة الحب انت حتطلع تجري قابليها دلوقتي عشان تنقذ المساعد وده فعلا اللي حصل قبل ما هي توصل البيت كان هو وصل وكان على طول خرج المساعد بتاعها وهو اقول ما شافها قالها سكوتي في حد جوه انا مش عارف هو اخرجني ليه حتطلع تجري هي كمان وتدخل حتلاقيها حتطلعها في شنطة كبيرة وحيقول لها ايه رأيك انا خلصتك منها خلاص تابع انت يعني برضو كده مش عايزة برضو تفكيلي اللي في ايدي دي حرم عليك اللي بتعمليه فيها ده انا مش عارف اعمل ايه كل ما حاول ان انا اخلص منك الا ايه كي شافكة فيها بزيادة ما قدرتش استنى لما شوف الحزن في عناك وحيسيبها بسرعة ويروح لجني عالم الترفية وحينتحل شخصية اسم سكرتيرا بتاعته عشان عايز يعرف ايه اللي ممكن يعمله عشان يفك التعويزة لكن الجنتين ده شقي طبعا هيعرف بسرعة ان هو بيشتغله وحيقول له مهما حاولت التعويزة دي مش هتتفك وفجأة هتخش السكرتيرا وحتلاقي نفسها قعدة قصاد نفسية وطبعا هتتفجع وهتقول إيه ده اللي انا فيه ده هيقول له ايه رأيك مش هنحل منك إيه اللي انا كنت فيه ده وحيقول له بقولك إيه انت مش قدي انت لازم تشوف حل للموضوع ده عشان ما تخسرنيش أنا قوتي اكتر منك هيقول له لا تنت متعرفنيش ده انا اللي قويتش اكتر منك إيه رأيك تعالى نختبر قوتنا احنا الاتنين مع بعض ونشوفوا من الشديد فينا طبعا أنا ومنك كلك ولازم انا اللي هيكون مسيطر في كل حاجة. وبالفعل هيختبر قوتهم مقصات بعض وطبعا جيني عالم الترفيه بيحاول انه يتغلب عليه وانا هيخش الرئيس بتاعهم وحيقولهم انتو بتعملوا ايه بالزبط. بدل ما تتفقوا مع بعض وتبقوا كويسين. عملي انت عاكس مع بعضكو. هيقول له روح شو ببص هو اللي عمل في ايه. انا اللي عايز اخرس من المشكلة اللي انا فيه. هيقول له لا انت اللي عملت كده من الاول ودخلتها في حياتنا. انت اللي دحكت عليها زمان واشتغلتها وعملت معاها عقد واتفاق. وطلوقتي انت اللي خليت بيها. طبعا هيقعدوا يتكلموا مع بعض ويحاولوا يوصلوا لحل. لكن مفيش حل خالص غير ان هو يبدل يكون الحامي بتاعها. لان هي الاشباح بتسيطر عليها جامد جدا. واي حد من الاشباح دي بيبقى عايز يكلها او يقول ما يشم ريحتها بيتجنوا عليها. فحيقول له مفيش فايدة. انت لازم تسيب نفسك ليها. وانتو الاتنين لازم تتفقوا مع بعض. طبعا هو ده مفيش عنده كلام خالص ومعندوش اتفاقات. هو اهم حاجة عايز يخلص من المصيبة اللي هو فيها. لكن جني عالم الترفيه قاعد بالعافية مش عايز اقولكو. لان هو قوته اقل منه. وطبعا خايف كدا منه بس مش بيحاول يبينه الموضوع ده. وده اللي حيبان لما هنلاقي السيكبتيرا بتاعته مقابله برة. وهو مرخيره متل تنزل بطريقة بشعة. عشان خاطر ما كانش قادر يستحمل قوت التاني. وطبعا هقابلكو ان شاء الله في جزء تاني. واتمنى منكو حبايب قلب ان انتو تشتركوا في القناة. واتفعلوا زر الجرس. وكمان ما تنسوش تدوسوا اللايك. اللايك مهم جدا عشان نقدر ان احنا ننزل فيديوهات من وقت للتاني. اشوفكو بخيري احلى واجمل متابعين. ان شاء الله مش هتأخر عليكم. وهننزل لكم الجزء التاني بسرعة بسرعة بسرعة. سلام.